منتخب مصر النهاردة أدى تدريباته في مدينة جروة جروة دي اللي هيتلاعب عليها المباراة الأولى لمنتخبنا الواطن قدام المنتخب الناجيري عمر سولاية عمل تدريبات تأهلية ولعب كورة يعني حرك الكورة النهاردة ممكن ما يبقاش جاهز غالباً لمباراة المنتخب الناجيري ولكن بعد كده إن شاء الله هيكون جاهز المنتخب هيتضرب النهاردة لتنين ساعة ستة ونص بتوقيت الكاميرون وفقاً لما حدده لجنة المنظمة بمناسبة كورونا سيناء التحكيم المصري محمود البنة وإحمد حسام طه الموجودين دلوقتي في الكاميرون عشان يشاركوا في كأس الأمم الأفريقية يصيبوا بفيروس كورونا وتم استبعادهم من مباراة الجولة الأولى ألف مليون سلام ربنا يحميهم وإن شاء الله يلحقوا باقي مباراة كأس الأمم الأفريقية